موسيقى مشاهدينا مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض سويا الأحوال الجوية التي ستسود المملكة العربية السعودية خلال أيام القليلة القادمة حاليا نلاحظ وعلى صورة الأقمار الصناعية المستلمة بعد ظهر هذا اليوم الخميس في موقع طقس العرب نلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي المنطقة الغربية والوسطى والشرقية من المملكة العربية السعودية وجزء من دول الخليج العربي سبب هذه الغيوم هو تأثر هذه المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي وستستمر حالة عدم الاستقرار الجوي هذه خلال أيام القليلة القادمة سبب حالة عدم الاستقرار الجوي نلاحظ أن سبب حالة عدم الاستقرار الجوي أن المملكة العربية السعودية ستتأثر برياح جنوبية الدافئة ورطبة هذه الرياح الدافئة والرطبة القادمة من الجنوب ستلتقي برياح باردة قادمة من الشمال وبالتالي منطقة اللقاء ستنحصر في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية وأيضا بعض دول الخليج العربي لاحقا ينتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي ظهور الغيوم الركامية وسقوط الأمطار الرعدية وهذه الأمطار ستكون متوسطة الشدة لكن أحيانا تكون غزيرة خاصة في المناطق الغربية والشرقية من المملكة العربية السعودية ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي هذه ستكون اعتبارا بعد ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين لكن ستستمر يوم الثلاثة أو بعد يوم الاثنين لكن تضعف تدريجيا لكن تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي تؤثر لكن بشكل أخف من يومي الأحد والاثنين أن يوم الاثنين ستكون الأمطار غزيرة أحيانا زي ما حكينا في المنطقة الغربية والشرقية وأيضا تتسع وتمتد لتصل إلى بعض دول الخليج العربي طبعا ينتج عن حالة عدم الاستقرار هذه بالإضافة إلى سقوط الأمطار الرعدية اجتداد سرعة الرياح السطحية وإثارة للغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح إذن حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر في التأثير على المملكة العربية السعودية ذروتها في يومي بعد ظهر يوم الأحد ويوم الاثنين وتتسع وتشمل مناطق واسعة وأحيانا تكون بشكل غزير أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ونتمنى للجميع السلامة وفي أمان الله